أوجين كوشاكجي إحدى المرشحات الشابات للانتخابات الفلسطينية القادمة تعرضت لحملة من التنمر والتشهير من أنصار بعض الفصائل الفلسطينية بسبب لباسها ومظهرها وعمرها الصغير واتهمت بأنها غير مؤهلة لتمثيل الناس في المجلس التشريعي القادم هم من باقي الطريقة بلشوا أن يتنمروا علشان لا يحققوا أهداف معينة فكنت أتمنى بهذه الصورة أن أي حدا من الأشخاص يجي يسألنا أشبرنا مشكم الانتخابي مش لا يجي يحكي على شكل بني آدم أو ليش لا بس هيك رغم أن المجتمع الفلسطيني مجتمع شاب وخمسه بعمر لا يتجاوز 29 عاما إلا أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على منع الترشح لمن هو أقل من 28 عاما كما فرضت مبلغ 20 ألف دولار لكل قائمة ترغب بالترشح ما أضعف من فرصة مشاركة الشباب قانونا أما واقعيا فكبرى الفصائل الفلسطينية استبعدت الشباب أو وضعتهم في خنات متأخرة جدا ومع ذلك آثر خالد ومجموعة من الشبان على تشكيل قائمة شبابية باسم الحراك وقرروا خوض المنافسة موضوع التجديد موضوع إدارة البلد بطريقة جديدة يعني لا يجوز أن نواجه المشكلات الحديثة بالطرق القديمة نحترم كل الخبرات القديمة ونقدرها ونستفيد منها لكن هناك أمور تتسارع في العالم علينا أن نختار شباب لنواكب التطور أقل ما فيها والتسارع الذي يصير في العالم وفق لجنة الانتخابات فإن 38% من المرشحين بين عمر 28 و40 عاما لكن غالبية هؤلاء في قوائم ضعيفة أو في خنات متأخرة ما يضعف فرصتهم في الفوز رغم أن الفصائل الفلسطينية كانت قد وعدت الشباب بإعطائهم دورا في صنع السياسة وإدارة البلد إلا أنها عادت واستعانت بوجوه من الحرس القديم أو أسرى وأهالي ضحايا لاستمالة عاطفة الناخب على حساب رغبته في التغيير عبد الحفيظ جعوان العربية لراضي الفلسطينية